أهلا بكم في هذا الطرس الجديد سنشرح فيه مقالا إخباريا من موقع بي بي سي عن ارتفاع نسبة البطالة في الولايات المتحدة بسبب كورونا فيروس كورونا فيروس بانديميك سند يو اس جوبليس ريت تو فورتين بوينت سيبن برسند بانديميك الوباء وباء كورونا فيروس يرفع نسبة البطالة إلى أربعة عشر فصلا سبعة في المئة جوبليس ريت جوبليس ريت نسبة البطالة نسبة البطالة ارتفعت إلى أربعة عشر فصلا سبعة في المئة أنيمployment هي جوبليس نفس المعنى سنونيوس ريت النسبة ريت has risen ارتفع مع فقدان عشر فصلا خمسة مليون وظيفة في أبريل جوبليس ريت فقدت في أبريل كورونا فيروس بانديميك دفستاتي حيث دمّر وباء كورونا الإقتصاد دفستاتي دمّر دفستاتي هذا الارتفاع يعني بأن نسبة البطالة جوبليس ريت هي الأسوأ من أي وقت منذ الكساد العظيم في الثلاثينيات أسوأ من أي وقت منذ الكساد العظيم الذي وقع في سنة 1929 منذ البطالة هنا أستعني الثلاثينيات عقد الثلاثينيات من 1930 إلى 1940 1930 Since the pandemic began the US has suffered its worst growth numbers in a decade and the worst retail sales report on record منذ أن بدأ الوباء since the pandemic began عانت الولايات المتحدة من أسوأ نمو أسوأ أرقام نمو في عقد من الزمن in a decade 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 عقد يعني عشر سنوات decade the US has suffered عانت its worst growth numbers growth numbers أرقام النمو النمو growth and the worst retail sales report on record وأسوأ تقرير مبيعات التجزئة تم تسجيله on record يعني تم تسجيلهم retail sales مبيعات التجزئة تم في التكاكين تجزئة عندما يشتري الناس أشياء بالتجزئة وعقصها هو wholesale البيع بالجملة wholesale retail sales retail sales just two months ago the unemployment rate was at 3.5% a 50-year low فقط منذ شهرين two months ago كانت نسبة البطالة 3.5% وهي الأدنى منذ 50 سنة a 50-year low low منخفض والمقصوبة 50-year low يعني الأكثر منخفاضا منذ 50 سنة أو أدنى مستوى منذ 50 سنة ساعة الاقتصاد in every sector of the economy leisure and hospitality was hit especially hard مجال الترفيه leisure leisure الترفيه hospitality الضيافة والضيافة يعني مجال الفنادق was hit ضرب بشكل شديد يعني تضرر هذا هو المقصود hit تضرر بشكل شديد بشكل صعب هذا الفعل hit والذي يعني يضرب في الماضي كذلك hit لا يتغير فهو irregular with payrolls falling by 7.7 million يعني لا يعني انخفاض الأجار الأشخاص الموظفون ب7.7 المقصود هنا بpayrolls ليست الموظفون لكن لائحة الموظفين الذين يتقاذون أجورا payrolls فpay هو الأجر والroll هنا يعني لائحة لائحة بالأشخاص الذين يتقاذون الأجور فالأشخاص يتقاذون الأجور هناك انخفاض ب7.7 يعني فقدان 7.7 مليون وظيفة وما يمثل 47 في المئة يعني في هذا المجال leisure and hospitality في هذا المجال فقط هناك انخفاض ب7.7 47 واربعون في المئة من الوظائف Employers in education and health services cut 2.5 million positions أما المشغلون Employers Employer يعني الشخص الذي يشغل لديه أشخاص آخرين في مجال في مجال التعليم education ومجال الصحة health health services خدمات الصحة خفضوا الوظائف ب2.5 مليون وظيفة position هنا تعني وظيفة cut خفضوا عرفيا تعني قطعة لكن هنا المقصود بخفضوا while retailers shed 2.1 million في حين retailers تجار التجزيئة مثلا أسواق ووالمارت أو مرجان في المغرب The Labor Department said more than three quarters of those without jobs describe themselves as temporarily laid off a sign that many of those currently without work are hopeful that the economy will be able to rebound قالت وزارة الشغل The Labor Department بأن أكثر من ثلاثة أربعة more than three quarters يعني أكثر من 75% من هؤلاء الذين ليست لديهم وظائف of those without jobs وصفوا أنفسهم بأنهم مسرحون من العمل مؤقتا أو تم فصلهم من العمل مؤقتا temporarily temporarily يعني مؤقتا أما laid off سرح من العمل to lay off يسرح من العمل يعني يفصل شخصا عن الوظيفة to lay off فهم وصفوا أنفسهم describe themselves as temporarily laid off وهي علامة على أن الكثير من هؤلاء الذين لا يمتلكون عملا متفائلون بأن الاقتصاد سوف ينتعش بأن الاقتصاد سيكون قادرا على الانتعاش لأنهم وصفوا أنفسهم بأنهم temporarily لسو للأبد إنما مؤقتا a sign that many of those currently without work currently يعني حاليا الآن currently without work are hopeful are hopeful مفعمون بالأمل متفائلون hopeful that the economy will be able to rebound أن الاقتصاد سيكون قادرا على الانتعاش rebound النهود الرزوع إلى عهده الآن لنأقوم بشرح كل شيء سأشرح فقط الكلمات المهمة والكلمات التي أعتقد أنكم لن تفهموها وسأقرأ الفقرة warned warned حذر limits limits القيود reduce يخفض reduce shut down الإغلاق إغلاق المصانع إغلاق الأعمال التجارية survive ينجو shut down الإغلاق limits القيود reduce لايوف تسريح تسريح الموضفين permanent permanent دائم even even a temporary layoff can turn into a permanent one if the business doesn't survive or if the business has to change its business model so dramatically that it needs different numbers or a different kind of worker miss grotzen said فهنا تقول بأن حتى التسريح المؤقت للعمال قد يصبح تسريحا دائما permanent إذا لم تستطع الشركة والعمل التجاري أن ينجو the business doesn't survive أو إذا ما اضطرت the business العمل التجاري إلى تغيير نموذج العمل business model لدرجة كبيرة so dramatically إلى درجة كبيرة حيث يحتاج إلى أرقام مختلفة different numbers يعني أعداد مختلفة من الموظفين or a different kind of worker أو عامل مختلف عمال وموظفين مختلفين نوع آخر من الموظفين More than 33 million people in the US have filed for unemployment benefits in last six weeks أكثر من 330 مليون شخص في الولايات المتحدة طلبوا مساعدات البطالة بطالة unemployment benefits في الأسبوع الستة الأخيرة هنا فايل يعني طلبوا تقدموا طلبا كما نلاحظ هنا هذه أعداد الأشخاص الذين طلبوا مساعدات فكما نلاحظ في شهر يناير بعدد قليل لم يصل حتى إلى نصف مليون لكن بمجرد أن وصل وصلنا إلى منتصف مارس بدأت الأعداد ترتفع Economic Crisis أزمة اقتصادية شهر 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 The economic crisis is not unique to the U.S. In the U.K., the Bank of England has warned of the sharpest recession on record while Canada on Friday reported its unemployment rate had increased 5.2 percentage points to 13 percent last month Statistics Canada statistics هي الإحصاء Statistics Canada هي وكالة كنادية تقوم بإصدار بيانات متعلقة بالإحصاء سوء السكان اقتصاد الوظائف غير ذلك Statistics Canada estimated قدرت estimated that about a third of the workforce أن ثلت القوى العاملة Workforce was either out of work or working less than half of their usual hours أو شكرا لكم على المشاهدة لم أقوم بشرح المقال كل لأنه كما ترون المقال طويل إن تعلمتم أي كلمة جديدة في هذا المقال حاولوا أن تكتبها في التعليقات تكتبوا كلمتين أو ثلاث كلمات جديدة تعلمتمها من هذا المقال إلى اللقاء تكتبوا